اشتركوا في القناة اكدت معاليها ان ترشيحها لرئاسة منظمة السياحة العالمية يعكس ما يمكن للأوطان العربية تقديمه لخير ومصلحة القطاع السياحي العالمي مشيدة بالدعم الدائم من المملكة العربية السعودية للمنجز الحضاري البحريني بشكل خاص والعربي بشكل عام وكانت مملكة البحرين قدمت ترشيح معالي الشيخ خمي بنت محمد آل خليفة لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية مطلع نوفمبر الماضي وقدمت معاليها رؤية وستراتيجية مكونة من سبعة محاور للنهوض بهذا القطاع الحيوي مع التركيز على تفعيل دوره في تحقيق التنمية والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر